يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قراءة القرآن على الوجه المأمور به شرعاً تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاءاً معكم عرابي عبد الحي عرابي في حلقة جديدة من مراجعة السبيل أهلاً بكم لن أقوم في هذه الحلقة بمراجعة كتاب معين سأقترح خمسة كتب لقراءتها في رمضان وسأبادر كذلك لقراءتها وما سأقوله في هذه الدقائق لن يتجاوز التشويق والدعوة لقراءة ما يربطنا برؤية جديدة للقرآن الكتاب الأول النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن أقترح هذا الكتاب لسببين أولهما المؤلف نفسه فالدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله عالم موسعي غني عن التعريف وقد تشبع بالتأصيل الشرعي والاطلاع على التيارات الفكرية المتضاربة فكان متيناً في فكره قوياً في نقده امتزجت في ذهنه تمكنه الشرعي والتراثي وتشبعه بمناهج البحث المعاصرة كما أنه حينما تناول ثقافة الغرب فإنه لم يدخل إليها دخول المنبهر وإنما قرأها بعقله الناقد المتمكن فوضعها في الموضع الذي يجب أن تكون فيه فهي بكل اختصار ثقافة مادية مقطوعة عن روح الإنسان وواحي السماء أما السبب الثاني فهو الكتاب نفسه فقد اتخذ منهجاً رصيناً ينسج من القرآن نفسه رؤية جديدة للتمسك به وهو في الأساس مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الأستاذ على طلبته في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر ثم تحولت هذه المحاضرات لتكون كتاباً يهدف إلى أمور ثلاثة بيان خصائص القرآن دفع بعض الشبهات عنه ووضع منهج للتعامل مع القرآن دراسة وفهماً يستفيد الكتاب في حشد الأدلة لإثبات القرآن وحياً من الله سبحانه وتعالى وأن ما يقال من شبهات في هذا الإطار ليس إلا تلبيساً على العقول كما أطل في تناول الإعجاز البياني والبلاغي للقرآن فاحتشاد المعاني والإعجاز في عرضها يؤكد أن القرآن ليس كلام بشر وما يميز هذا الكتاب أنه لم يعرض الإعجاز البلاغية عرضاً سطحياً بل نفذ إلى عمق الألفاظ القرآنية حيث يمسك بيد المتعلمي لاكتشاف أهمية السياق في القرآن مما يولد عند سماعه سعادة وراحة تشبه الراحة التي تعقب لذة الوصول لمحل مشكلة عويصة إلا أن هذا الشعور يتضعف يوماً بعد يوم مع طول التعمق بالقرآن واكتشاف جوانب جديدة من سحره وجماله وهنا ركز الأستاذ على مستويات الإعجاز في القرآن الكريم بدءاً من مستوى الإعجاز في الآية ثم الآيات ثم السورة ثم مجموعة السور ثم القرآن كله كوحدة موضوعية متسقة ومتماسكة الكتاب الثاني الطريق إلى القرآن مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ إبراهيم السكران صاحب الكتب الشهيرة مثل مآلات الخطاب المدني والماجريات حيث عمد السكران إلى عرض القضايا الفكرية المعاصرة على القرآن وبناء فهم ونقد علمي لها من خلاله وهنا يأتي كتابه المذكور ليؤكد أن اتباع أي طريق آخر غير القرآن إنما هو إطالة للطريق وليس تقصيرا له ويدعونا لجعل القرآن أصلا وغيره من الدراسات مجرد تابعة الطريق إلى القرآن كتاب يكشف عن واقع القرآن في حياتنا وآثاره الحسية والمعنوية من خلال رسائل قصيرة يضعها الكاتب في هذا الكتاب وهي بمثابة خواطر عميقة حول القرآن وآثاره في حياتنا فيأخذ بأيدينا لنبحر في صفحاته ضمن عشرة فصول تقرأ في يوم واحد تدفعنا لمراجعة علاقتنا بالقرآن وتعزيز التوجه نحوه إن القرآن الذي أقسم الله به وجعله أعظم الكتب السماوية التي أنزلها وتعاهد بحفظه وخص أفضل البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم به يجب أن يكون له حضور في حياتنا يوازي العظمة التي أحاطه الله سبحانه وتعالى بها الكتاب الثالث أثر القرآن في سلوك المجتمع المسلم مؤلفه الدكتور عبد القدوس بن أسامة السامراء وموضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه القرآن الكريم وأثره في سلوك المجتمع المسلم فلا شك أن للقرآن الكريم أثرا كبيرا في توجه المجتمع ومن هنا كان سعي الكاتب في توضيح هذا الأثر من خلال تتبع فهم السابقين للقرآن الكريم وكيف حولوا هذا الفهم والتعامل إلى منظومة متكاملة في العلم والأخلاق والعمل هدف الكتاب إذن تنبيه القارئ إلى أهمية العلم بكتاب الله فهما وتدبرا والعمل به في شؤون حياة كافة والوقوف على مناهج السابقين في التعامل مع القرآن العظيم جاء الكتاب في ثلاث محاور يتفرع كل محور منها إلى فروع كثيرة كان المحور الأول بعنوان إشراقات في تعامل الأمة مع القرآن الكريم أما الثاني فأثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم في السلوك العام وجاء الثالث باسم أثر تعاليم القرآن في سلوك الفرد والأسرة والمجتمع الكتاب الرابع مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة عشر مفاتيح لتحقيق التدبر الأمثل مؤلف الكتاب هو الدكتور خالد بن عبد الكريم اللاحم أستاذ علم القرآن في جامعة الإمام في المملكة العربية السعودية وتحدث قبل الدخول في موضوع الكتاب عن ست عشرة مسألة تمثل أهمية كبيرة قبل قراءة الكتاب مثل القرآن والقيام بحقيقة الإيمان ودور الالتزام تعاليمه في التغلب على وساوس الشيطان وإغراءات المادة لينتقل المؤلف إثر ذلك للحديث عن عشر مفاتيح لتدبر القرآن الكريم منها حب القرآن استحضار أهداف قراءة القرآن وحفظ القرآن والقيام والصلاة بالقرآن وقراءة القرآن بالليل وترتيل القرآن والربط بين آيات القرآن والواقع اليومي الكتاب الخامس بيضة الديك بين الشيء ونقيضه كتب المهندس محمد شحرور كتابه الشهير الكتاب والقرآن والذي كان الباكرة التي قدم من خلالها منهجه في قراءة القرآن لكن كتاب الدكتور يوسف الصيداوي بيضة الديك جاء ليكون الرد العلمي الذي يخلخل منهج شحرور منذ السبعينات وما زال هذا الكتاب إلى اليوم طريقا قويا لفهم الخلل المنهجي في فكر شحرور وتطبيقاته على معاني القرآن لا يمكن لي في هذه العجالة أن أختصر لك كتابا بذل المؤلفه جهدا كبيرا في تتبع سقطات شحرور المنهجية والتطبيقية الكثيرة لكنني لن أتردد في أن أقول إن كتاب بيضة الديك قدم نقدا بليغا ومذهلا لكل تخبيصات شحرور اللغوية وعندما تعلم أن أساسه المنهجي واللغوي في نفي الترادف في القرآن ينهار فإن ذلك سيأخذك لأن ترفض اجتهاداته التشريعية التي حاول أن يهدم بها أحكاما دينية معلومة من الدين بالضرورة لم يترك كتاب بيضة الديك الكثير لشحرور ليدافع عنه فقد أظهر تجنيه على قواعد اللغة وأثبت الخلل في منهج الاختيار العشوائي لثأولات الألفاظ لذلك فإني أنصح كل من قرأ أو شاهد أو تأثر بشحرور أن يقرأ هذا الكتاب لألا يكتفي بقراءة الشيء وإنما ليقرأ معه نقضه لعل ذلك يعود علينا بوعي أعمق للقرآن وإعجازه والسلام ختاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة